وفي ثورة العشرين وضع الشيعة والسنة أيديهم في أيدي بعض وقاوموا المحتل وهم والأكراد أيضا قاوموا المحتل البريطاني وعلماء الشيعة أنا ذاك مثل علماء السنة أفتوا بالمقاومة للمحتل وكان أهل العراق جميعا تحت راية واحدة الآن هناك عملية تمزق هناك عملية تفتيت هناك عملية فتنة موجودة بين الطرفين هناك تقسيم طائفي وتقسيم جغرافي وغير ذلك من الأمور هذه الروح التي كانت سائدة في ثورة العشرين ما الذي يحول دون عودتها الآن دون وجودها حفاظا على العراق على وحدته على شعبه على نسيجه الاجتماعي والتاريخي نحن وغيرنا من المعارضين للاحتلال نراهن على هذه الوحدة بعد كل ما جرى من دماغ تحت مسميات طائفية؟ نعم بعد كل ما جرى لأن القوى التي جاءت مع الاحتلال لعبت على الوتر الطائفي واستغلت الطائفية سياسيا للوصول إلى مصالحها الخاصة واستطاعت أن تدفع بالفتنة إلى الأمام ولو لم تصل بها والحمد لله إلى مرحلة الحرب الأهلية ولكن الآن لله الحمد شعبنا وعى هذا المخطط وهذه النواية الخبيثة التي تريد تمزيق وحدة شعبنا وبلدنا فالآن نشهد والحمد لله مظاهر عودة كبيرة لدى أبناء شعبنا بكل أطيافه فالآن الشيعة والسنة والأكراد وغيرهم من طوائف الشعب الأخرى كلهم عرفوا أن المراد بهم هو أن يقسم بلدهم وأن يقسموا على طوائف وما إلى ذلك هناك من يرحب بالتقسيم ويرى فيه ضرورة للخروج من المأزق هناك أعلام ترفع في الشمال والجنوب وهناك من يرحب بالتقسيم ويراه مخرجا لهذا المأزق هذه الأعلام رسمية وفئوية من قبل فئات من قبل أحزاب معينة الأحزاب السياسية الكردية في الشمال أما الشعب الكردي فهو على غير ذلك وكذلك في الجنوب الأحزاب الشيعية الإسلامية المجلس الأعلى حزب الدعوة ومن يشايعهم هم الذين يرفعون أعلام وهم الذين يحكمون العراق والدعوة إلى الانفصال والفدرالية أما إخواننا في الجنوب فهم رافضون ولذلك كان جزاؤهم الحرمان والقتل والسجن وتكميم الأفواه ولو ذهبت إلى الجنوب لرأيت الكثير من الرسائل تأتينا من إخواننا في الجنوب تستغيث مما يعني تواجه من الأحزاب والميليشيات من ضغوط ومن أذى ومن حرمان ومن إقصاء لهم في كل مجالات لكن هناك اتهمات لذلك نعول على وحدة شعبنا وستكون بعون الله في النهاية هذه الوحدة التي تمثلت في العشرينات إن شاء الله سنشهدها في نهاية المطاف تتجلى بأبهى مظاهرها في العراق بعون الله تعالى بين كل أطيافه بين علمائه وبين غيرهم من أبناء شعبنا العراقي لكن هناك الصامد ترجمة نانسي قنقر